بعيدا عن الشارع العراقي المقاطع للانتخابات بأغلبيته فإن الساعات المقبلة ستكون ثقيلة على الساسة المنتفعين من نتائج الانتخابات المزورة أو المستائين منها جلسة برلمانية استثنائية تناقش عدم استجابة مفوضية الانتخابات لقرارات البرلمان وقرار المحكمة الاتحادية المنتظر حول نزاهة الانتخابات حدثان يزيدان توتر المشهد السياسي ما بين ساسة قسمتهم صحيفة العرب الجديد إلى تيارين الأول وهو المنتفع من نتائجها يتمنى لو تمرر نتائج الانتخابات الحالية كما هي ويمثل هذا التيار رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي الأول وهو المنتفع من نتائجها ويتمنى لو تمرر نتائج الانتخابات الحالية كما هي ويمثل هذا التيار رئيس الحكومة حيدر العبادي ومقتدى الصدر ومسعود بارزاني أما التيار الآخر فمؤيد لقرارات البرلمان ضد مفوضية الانتخابات باعتباره المتضرر من نتائج الانتخابات ويتمثل هذا التيار في كل من ائتلافي نور المالكي وهادي العامري فيما يميل موقف الرئيس فؤاد معصوم إلى القبول بمنفرزات الانتخابات رغم التزوير خوفا من انزلاق العراق إلى هاوية أمنية بحسب ما يراه معصوم النظر إلى نزاهة الانتخابات من عدمها بعين المصلحة والمنفعة أشعلت صراعا في البرلمان المتعثر الجلسات حيث ترى صحيفة العرب الجديد أن رئيسه سليم جبوري ونائبيه الأول والثاني يحاولان قدر المستطاع الوصول إلى أشد إجراء يلغي الانتخابات برمتها باعتبار الثلاثة خسروا بنتائجها وفي المقابل تسعى الأطراف المستفيدة من هذه النتائج إلى عرقلة أي قرار برلماني ضد مفوضية الانتخابات وخلافا لموقف رئاسة البرلمان تتجه المحكمة الاتحادية لموقف مرن انتجاه مفوضية الانتخابات فبحسب الصحيفة فإن المحكمة قد تعارض قرار البرلمان ضد المفوضية وتكتفي بموافقتها على إعادة العد والفرز يدويا بنسبة عشر بالمئة فقط دوامة سياسية أحدثتها نتائج الانتخابات الأمر الذي يزيد احتمالية عدم تشكيل الحكومة المقبلة في موعد قريب بل قد تذهب الأمور إلى انجراف سياسي تهوي صخوره على رؤوس العراقيين الذين لا علاقة لغالبيتهم بهذه الانتخابات لا من قريب ولا من بعيد